مرحبا بكم مشاهدينا حول العالم وحلقة نقاش جديدة دايفنا اليوم هو كاتب صحفي مصري ومعارض جريد يلتدم دائما دايفنا بالأخلاقيات المهانية الرفيعة فلا يحبذ أن يستخدم أسلحة الصحافة الرخيصة ضد أي شخص في كتاباته دايفي ودايفكم ناصري الفكر فكان رئيسا لتحرير جريدة العربي الناصري دايفي ودايفكم هذه الحلقة هو الصحفي المصري الجري عبدالله الثناوي سيد عبدالله مرحبا بك أهلا بك سيد عبدالله في البداية نريدك أن تعرف نفسك على المستوى الشخصي للجليات العربية حول العالم يعني أنا بأظن أن أنا من جيل نشأ ويعني وعيه السياسي مع هزيمة 67 يعني كنا طلابا في السنوي أو الاعدالي ثم وجدنا أنفسنا أمام مرحلة جديدة فكرة الإيمان بثورة يوليو لا تمنع فكرة المشاركة وتصحيح طبيعة النظام السياسي وأن التحول إلى دولة القانون فبشكل أو بآخر أنا أنتمي إلى مشروع وحلم جمال عبدالناصر لكن نريد لهذا الحلم والمشروع أن يتحقق بصورة جماعية وبصورة مؤسسية وداخل فكرة دولة قانون أو دولة مدنية حديثة ولهذا لم يكن غريبا بالمرة عندما أصبحت رئيسة لتحرير جريدة العربي في عام 2000 حتى 2011 لمدة 11 عاما أن هذه الجريدة النصرية وكل صحفينا هم أول من دعوا إلى دولة مدنية حديثة وضد التوريس وضد التبديد ما هو تعليقك على أحداث 9 سبتمبر أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة؟ يعني 9 سبتمبر أو أحداث سفارة الإسرائيلية في أدك أكثر بالمستوى في المستوى الأول هي تعبير عن احتجاج على ضعف الأداء الرسمي المصري على مقتل أكثر من سبعة جنود وضباط أمن المصريون في سيناء وإسرائيل لم تعتذر وإسرائيل رفضت أن تكون ناصر ترفض في تحقيق مشارك لما جرى في غزة بعد عملية إيلات هذا هو المستوى الأول الاحتجاج المستوى الثاني رفض الاستفزاز الذي قام به سلطات البصرية ببناء جدار عازل أمام السفارة الإسرائيلية فاعتبره المصريون هو الجدار العازل المرادف المرادف لم يكن ذلك أمر موفقا ولا محترما ولا مقبولا ثم أن محفظ الجيزة قال أن ذلك لحماية الأدوار السفلة أو أن الجران قد الشك طبعا كلام فيه استخفاف بالناس فهذا أدى إلى هدب الجدار والجدار هنا رسالة للإسرائيل والمجلس العسكري والحكومة فأننا لا نقبل أن نعامل أو أن تعامل مصر بطريقة التي كانت تعامل بها أثناء حكم الرئيس السبق أما إذا سألت بباشرة ما موقفك من اجتياح السفارة فأريد أن أقول بوضوح كامل طبعا فيه اعتبارات دولية وفيه اعتبارات قد ينظر إلى أن السلطات ضعيفة ولا تحمي السفارات الأجدبية فيه اعتبارات كثيرة لكن يعني وأنا أقدر هذه الاعتبارات ولا أدعو إلى اجتياح سفارات يعني فينكترق أخرى لمواجهة إسرائيل ليس بينها اجتياح سفارات لكن مع ذلك بالأثر السياسي والاستراتيجي فهذا الحدث هو أهم حدث جرى منذ بداية الثورة المصرية وفيه رسالة قوية بأن الشعب مصري رافض لإسرائيل ورافض سياستها ضد اللبنيين وضد الفلسطينيين فتوافق على خروج السفير الإسرائيلي؟ أنا أوافق لا أنا أنظر بإحتمام حقيقة مش خد وافق أو لا وافق لكن أنظر باهتمام إلى الأثر الاستراتيجي أن نيتنياهو في كلمة متلفزة تحدث لأول مرة بإحترام عن الثورة المصرية وأن هناك زلزال في المنطقة وقال إن إسرائيل في حاجة للحكمة وبدأ أنه يخشى على اتفاقية كامبي ديفيد ولم يطلب اعتذارا من السلطات المصرية ولا ولا بالعكس شكر المجلس العسكري على أنه أمن الدبلوماسيين الإسرائيليين هذه اللغة التي خلت من العنجاهية وخلت من العجرفة التي اعتدناها من نيتنياهو أنا أعتقد على طول لازم نعمل تعظيم سلام للشباب البريء أنا بهذا المكلمة إذا افترضنا البراءة وأنا أفترضها الذي دخل السفر الإسرائيلية والذي عرض نفسه للقتل لأنه بطالب بساطة يشعر أنه مهان وبالتالي لا أستطيع أن أدين بالمطلق هؤلاء الشباب فإذا ما أردنا ألا تتكرر مثل هذه الحوادث فلابد من عادة نظر جزرية في اتفاقية تبديفت خاصة في المنطقة جيم هذه كلها أشياء وقرارات لاحقة ولكن ألا تشعر أن لإسرائيل لدولة إسرائيل أيضا يجب أن يكون هناك تعظيم سلام على الرغبة في السلام في المنطقة؟ لا الحقيقة لأنها يوجد مثل هذا السلام لماذا تتهم إسرائيل كبيرا في مقالات؟ لا يوجد مثل هذا السلام لأن الحقيقة إسرائيل نظرت إلى اتفاقية كبديفت بأنها لحدث الأهم بعد تأسيس الدولة لكنها في حقيقة الأمر عملت طوال الوقت على إزلال وتقذيب مصر وكام من نتائج كبديفت خروج مصر كاملا إسرائيل من عمل على هذا؟ طبعا مبارك طبعا متواطئ وبالتالي أنا أعتقد أنه مبارك الحقيقة هو بيحكم على كلام فارغ هو لابد أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى فيما جرى في المنطقة وإهدار الأمن القوبي لماذا أنتوا طالبوا بمحاكمته على تهمة خيانة عظمى؟ طبعا طلبنا أكثر مرة أنا طلبت أكثر مرة في أحديث متلفزة فلات الدعوة أن يحاكم لا أحد يسمع تجري محاكمة مبارك على كلام فارغ أنه أخذ بسعر رخيص ثلاث ذلال في شرم الشيخ من حسين سالم يعني يعني ليست بعد ثلاثين أو حتى اتهاموا بقتل المتظاهرين مصريين أو في مداد التحرير في صوت في حد فتح الماب وقفل بعتذر لحضراتك بعتذر لحضراتك في أحد مقالاتك قلت أن مصر أهينت في العلاقة بينها وبين إسرائيل لا أنا قلت أكثر من ذلك أنا قلت في أحد المنشتات وكتبت بقالا طويلا عريضا قلت أن رئيس مبارك رئيس سابق مبارك لا يعرف قدر البلد الذي يحكمه وأنه يتعامل مع مصر بعتبرها دولة صغيرة وأنه يتبع السياسات الإسرائيلية والغربية هناك تعاون استخباراتي مصري إسرائيلي كانت تشارك في دول عربية أخرى مثل الأردن والإمارات والسلطة الفلسطينية والسعودية يعني كان في تعاون استخباراتي وبالتالي مصر بهذا المنطق أعطت غطاء عربيا للعدوان على غزة وللعدوان على لبنان وللحرب على العراق وقدمت تقارير أن العراق لديها أسلحة نووية وأسلحة كيموية تنقل على العربات سمت أن هذا كلام غير صحيح بالمرة وبالتالي كانت تحرد على الحرب على العراق وبالتالي دي كلها جرائم بحق مصر وبحق الأمم العربية يصحيح مبارك أن يحاكم عليها هذا هو الوضع الحقيقي وأنا كتبت مرة أن مبارك قال للرئيس الإيراني الأسبق ختمي هل تريدون ناصر جديد يعني الرجل البوهت وقال أن عبد النصر ولا خرب الأمم العربية هذا كلام أيضا قالوا في اجتماع مغلق مع الملك عبد الله بن عبد العزيز أن عبد النصر أصل كل المصائف في الأمم العربية هذا كلام دقيق وموسق ونشرته عبد النصر رجل أنت محد اليهود لا أنا أتحدث عفوا دعا أنا هذا كلام نشرته ومبارك في قوته وقد رد علي في رسالة أو مقال مطول مستشار السياسي أسامة الباز وقد رددت على رده وأكدت أن ما لدي من معلومات دقيقة ودعوت ألا يكرم مبارك ذلك برة أخرى لأن عبد النصر يعتبر ميراث كبير في السياسة المصرية في العلاقات مع أفريقيا في العلاقات مع العرب العربي في العلاقات مع أسيا الهند والصين وفي أمريكا اللاتينية اليسار اللاتيني بعتبر نفسه بدرجة أو بأخرى يسار نصري لكنك قلت أن عبد النصر اضطهد اليهود هذا تعبير أنا أرجو هو طرد اليهود من مصر وألم الأموال اليهودية أنا أرجو أن أصحح من الاقتصاد المصري أنا أرجو أن أصحح السياقة وأقول أن مش لن أقول اليهود لكن سنف أقول أن نصرينية وإسرائيل قاموا مع أكبر عملية اضطهاد من طرد من مصر هم اليهود لا هذه قصة غير صحيحة أكانوا يحملوا جنسية إسرائيلية هذه قصة غير صحيحة وأرجو أن يعني فيكن كتيرة حولت أنها تعيد قراءة التاريخ بشكل مختلف عبد الناصر لم يكن يعني معادياً لليهود من حيثهم يهود لكنه رجل باعتبر رجل حركة التحرر الوطني وهو معادي لإسرائيل باعتبارها دولة عنصرية تمارس الإضطهاد بحق الفلسطينيين وبحق العرب يعني إسرائيل هل تتمكن بنا؟ إضطهاد ضد الإسرائيليين ويتعاملون معهم بعنصرية؟ نعم ألم يمارس العرب الإضطهاد ضد الشعب الإسرائيلي ويعامله بعنصرية؟ حدثت بهذه الصياغة في شيء يعني اسمه لو بالضحية أنت تلوبي الضحية عندما تقوم بعملية كفاح مسلح لحق المقاومة حق المقاومة حق المقاومة حق المقاومة وحق مشروع الذي يمارس الإضطهاد ويمارس التنكيل ويمارس ترسفيل ولا يقبل حق العودة والذي يبني جداراً عصرياً عزيلاً بحكم وهذا الوصب حكم الأمم المتحدة محكمة العدل الدولي هي إسرائيل المواطن الفلسطيني المواطن الفلسطيني هذه الضحية المنكل بها المشاردة في الأرض التي تحول الولايات المتحدة الأمريكية وتحول ربما فرنسا حقهم في إقامة الدولة هم المجرمون هم النازيون بينما أقصى أنواع النازية يمارس بحقهم الحق في الهوية الحق في الوجود الحق في أن يذهب إلى المسجد الأقصى يمنع وتستعمامه بمبارسة شعائرهم الدينية الفلسطينيون هم ضحايا العصر وإسرائيل تمارس أكبر عملية عنصرية في التاريخ يا آخر دولة عنصرية في التاريخ نحن نصور نحن نصور أنهم يذهب إلى الأقصى زي ما حضرتك نحن نصور أنت سفتك يا حضرتك إحنا في حوار ده مش عارف حاجة غريبة جدا مين سور مين ده مين ده فضلت عبره للسودة ومعننا أعمل رد عليها زي ما تعاوس ده حوار صحفي أنا هنا المسؤول فحضرتك المسؤول بتخش في حوار مستوى المسؤول بعد أسنق بعد أكيد وأنا بعد الحلقة رد على سؤالي لا أعتذر لحضرتك أنا ما شفتش كده في أي تقليد أو تلفزيون أعتذر لحضرتك أعتذر لحضرتك سادتك تطلع في تلفزيون الحلقة رد عليها زي ما تعاوس أجي لحضرتك على التلفزيون هو يقول أن ترد على الحلقة لا ما حق الإسرائيليون إذا كان حق الفلسطينيون أن يعيشوا يكون لهم فضلت التسريل حضرتك ما حق الإسرائيليون تحضرتك تسريلي هو حضرتك ليه ما بتردش على سؤالي لا مش حرد عليك هو مهتم على المستوى الشخص لا مش حرد عليك تطبيع الشعبي أنا مش شفتش كده لا لا مش شفتش كده نحن المساور زي سؤالي أنا قلت إجابته بفضل حضرتك ردت عليك مش حرد عليك كنت عدي إسنق هيدا رأيي أدوه مش حرد هيدا رأيي بعض إسنق طب آق مش حرد على حلقة مش حرد فيش كلام منه مزيش الحلقة إنت المسؤول مزيش الحلقة أنا هخلص احتراماً لا مزيش حاش جيب حتى من يربط حللت على رأيي صدر بدأنا سيد عبدالله على المستوى الشخصي تقبل التطبيع مع إسرائيل على المستوى الشعبي لا مع الشعب الإسرائيلي وليست الحكومة الإسرائيلية لا أقبل بالتطبيع مع إسرائيل وهذا موقف واضح لكل النقبة المثقفة المصرية ومن الضفطة طويلة وفي أعقاب توقيع اتفاقياتي كل النقابات المهنية رفضت ذلك لأنها كنت أعتقد وهذا رأيها حتى الآن أن في إزعان في اتفاقية كاب ديفيد وفي إزلال للشعب مصري وأن الرئيس السادات اتخذ ما لم يكن من حقه أن يتخذوا من القرار فكان طوال هالتلتي سنة حدث ما سمي بالسلام البارد ألا تحبذ السلام مع إسرائيل سيد عبد الله؟ عندما يكون السلاما حقيا عندما ترفض إسرائيل دولة فلسطينية ثم تقول أنها مع المفاوضات ثم عبد الله عباس هو من رفض التفاق هو من بدأ الشروط يعني هذا ليس حور أنت حتى تسألي وأنا أجهب يعني وأنت لكي وجه النظر أنا بقول وجه النظري وجه النظر بتعبر عن قطاع واسع جدا في الرأي العام العربي أن إسرائيل ليس ابتديها أي نية للذهاب إلى السلام ولا للقبول بدولة فلسطينية هل يتعرضون للشعب الفلسطيني طبقا للعرق؟ العرب يتحيزون للشعب الفلسطيني طبقا للعرق؟ هذا غير صحيح هذا غير صحيح نحن ننظر إلى الفلسطيني طبعا كجزء رئيسي من الشعب العربي تعرض للتشريط وتعرض للإضطهاد وله حقوقه الإنسانية وله حقوقه ولل يتعرض الشعب الإسرائيلي إلى الأشياء نفسها سيد عبد الله؟ نعم ألم يتعرض الشعب الإسرائيلي إلى الأشياء نفسها؟ اليهود أنا في هذه الحالة أتحدث عن اليهود تعرضوا للتنكيل وتعرضوا للتعذيب في أوروبا وفي أوروبا وفي أوروبا وليس على يد العرب العرب لم يمارسوا أي اتهاد أنت تقطعيني كثيرا ولا تسمح لي بالحديث أنا فقط لا أريد الخروج عن مضمون السؤال الإجابة المحددة الإجابة المحددة من اتهد اليهود الألمان والنازيون والأوروبيون وفي العقود طويلة بينما كانت الحضارة العربية والإسلامية تعاملهم أفضل معاملة وتعلوا مواقع قيادية فيها ولكن الضحية اليهودي في الغرب جاء ليمارس ذات الأساليب التي جاء ليمارس ذات الأساليب التي مرست ضده هنا في شكرا هذا ليس ما أتحدث عنه تفضل أنا أتحدث عن الأراضي الإسرائيلية ألم يطرد المصريون إسرائيل من سيناء بالقوة؟ لا إسرائيل لماذا لم يقول العرب أن أراضي قوة وعنف؟ الأراضي الإسرائيلية نعم سيناء تعتبرها أراضي إسرائيلية؟ أنا لا أعتبرها أنت قلت ذلك حتى في دينكم تعتبر أراضي إسرائيلية ألم يستقر موثب بني إسرائيل في هذه المنطقة؟ ألم تكن هذه العيون لبني إسرائيل؟ أنتم تردتوا الشعب الإسرائيلي من هذه المنطقة بالقوة والآن تتهمون إسرائيل بن عمر؟ حضرتك أنا معرفش هويتك إيه لكن يبدو أن في شيء من التعصب في كلامك لكن أنا سأتكلم بشكل موضوعي وواضح أنت تتكلمي عن أساطير قديمة أحنا نتكلم عن حقائق على الأرض في شعب فلسطيني أنتم تتحدثون عن ستون عام الماضية ونسيتم باقي التاريخ أي تاريخ؟ تتحدثون عن ستون عام الماضية أن هذه الأراضي ليست ملك الإسرائيل يعني أنت الآن تحولتني أنا لا أعرف الآن إلى أي تلفزيون أتحدث يعني في حقيقة الأمر يعني هلأ أتأكد أن أنا فرسده؟ هادي هذا القناة سي نعم ها؟ 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 أصير يا Woah سيدte عبد الله ما هي مشكلتك سيد عبد الله، ما هي مشكلتك سيد عبد الله القناة الثانية الإسرائيلية إسرائيلية المال خ Krank أنا مواطن حضرتك مواطن أنا لا أعلم، هذا من اختصاص فريق الأعداد انتم في مصر بتقولوا السلام عليكم. السلام عليكم. سيد عبدالله. لماذا يا فنو? سيد عبدالله. ابسح الباب خلاص. سيد عبدالله تفضل وقول ما تريد. عيب عيب خلاص. حضرتك تقول ما تريد. اتقال لي يا جماعة فرنس دو في ايه? هذا من شأن فريق الاعداد. عيب يعني. عيب يعني. مهنين ايه. هذا خطأ فريق الاعداد. خلاص يا خلاص. مزيش حضرتك تقول اللي انت عايزه وايه يا جماعة. لماذا لا تفضل? ما ينفعش الحوار يا انتاني. انتاني خلاص. سيد عبدالله. ما الفرق يا سيد. ما الفرق يا سيد. ما الفرق ايه? انا افرق. قناة اسرائيلية وقناة فرنسية ما الفرق. سيد عبدالله. سيد عبدالله. الحكم بعد المزولة. احنا اسفين يا مصري. انا منترك معك ده انا مصري. عمر علي وانه عبدالله. ده احنا احترام رو تجدير ان حضرتك بس. تناورتنا. دي كناة مصرية بقى ولا فرنسية ولا سيدة ايه. تفضل يا فرنسية بنوارده. دي كانت المزولة وده كان رأي الاستاذ عبدالله الفناوي. وحنشوفكم في حلقة جديدة ومزولة جديدة. وحنشوف رأي جديدة عشان نفكم عليه حكم الجديد في الحكم بعد لا انا اقتنعت ان ادو نمشي الاسرائيل.